اشتركوا في القناة ادية الدور المصري الممتاز خلال الفترة الحالية عن تجديد واحلال جماء الفرق من اجل المنافسة على اللقب خاصة القطباي الاهلي والزمالك الذين يشاركان في بطولة دور ابطال افريقيا بعدما توجى المارض الاحمر بلقب الدوري وحل الابيض وصيفا له ناجي الزمالك حرص على تغيير ما يقرب نصف الفريق تقريبا لدعم صفوفه من اجل المنافسة على دور الابطال ورغبته في حصد اللقب السادس له خاصة بعدما توجى بلقب الكنفدرالية لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي ناجي الزمالك على التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الفترة المقبلة بينما لم يصرح مسؤول الاهلي بشأن امكانية التعاقد مع مزيد من الصفقات ولكن حافظ النادي الاهلي على استقراء فريقه مع التدعيم باربع صفقات فقط في المراكز التي يحتاجها خلال الفترة المقبلة حيث تعاقد الاهلي مع اربع لاعبين وهم رمضان الصبح من هدرس فيلد الانجليزي ومحمود متولي من الاسماعيلي ومحمد مجلي افشا من بروميز واليودانج من مولدية الجزائر وضمهم في القائمة الافريقية فيما استغنى الاهلي عن محمد نجيب واستبعد كل من باسم علي وسعد الدين سمير وأحمد علاء ومحمد محمود وكريم ندفد وأحمد حمودي وناصر ماهر وهشام محمد وإسلام محارب ومحمد شريف ومؤمن زكريا من القائمة الافريقية حتى هذه اللحظة لم يتعاقد الاهلي مع مهاجم صريح في ظل رغبة السنائي وليد أزار وجونيور أجاي في الاحتراف الخارجي ورغم تمسك الارجوياني مرتل السرطي المدير الفني بضم مهاجم جديد أما نادي الزمالك فقد أعلن نادي الزمالك عن ضم 11 لاعبا هم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوند والحارس محمد عواد والحارس محمد أبو جبل والحارس محمد صبحي بالإضافة إلى كريم بامبو وإمام عشور ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وعودة السنائي مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق شيكبالة من الأعرى ويعد الزمالك الأخطر نجاحا في سد احتياجاته حيث عوض غياب محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي للفريق الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر بالإضافة إلى تعاقده مع ظهير أيصر ذلك المركز الذي كان يشغله عبدالله جمعة طوال الموسم الماضي رغم أنه ليس مركزه الأساسي كما عوض الزمالك هروب لعبه محمود عبد المنعم كهربا ورحيل السلاسي أحمد مدبولي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن الإسماعيلي والمقصة وبرامدز على الترتيب فيما لم ينتبه مسؤول الزمالك لإحتياج الفريق إلى ضم مدافع جديد في ظل تواجد ثلاث لعبين فقط في مركز المساك وهم محمود علاء ومحمود حمد الوينش ومحمد عبد الغني خاصة أن هناك فترات في الموسم يتعرض أحدهم للإصابات أو الغيابات بسبب تراكم الإنذارات مما يجعل هناك حاجة لمدافع رابع يستطيع سد العجز في تلك الظروف كما ينقص نادي الزمالك الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد وسرعة توليه المسئولية قبل بداية الموسم القادم كما أن الأبيض مقبل على مباراة السوبر الأفريقي والسوبر المصري أمام الأهلي بجانب استمرار مسابقة كأس مصر التي سيخوض مبارياتها بالصفقات الجديدة مما يعجل بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي في أقرب وقت ممكن ويذكر أن الزمال قر استغنى عن كل من عمال السيد وعمر صلاح حرسي المرمى وحميد أحداد وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي في النهاية بشكر حضراتكم مشاهدين المتابعين ولا تنسوا دعمنا بلايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة